دانى مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس المجلس بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية في العصيمة كابل وأسفر عن عدد من القتلى والجرحة وأكد المجلس في بيان رفضه القاطع مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السامحة وجميع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الإنسانية داعيا إلى ضرورة العمل على تنسيق الجهود من أجل القضاء على الإرهاب وتخليص العالم من آفاته وشروره وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي للشعب الأفغاني وأهل الضحايا سائلا المولى عز وجل أن يمنى على المصابين بشفاء العجل